عصابات لا هم لها سوى جمع المال انسلخت من أي قيم ومبادئ وكأنهم ليسوا من هذا البلد الذي حافظ أهله على إرث ثقيل من النخوة والمروءة صمدت أمام أعتى المؤامرات قتل وخطف وابتزاز وسجون سرية وقطع للطريق أمام الناس أفعال سمها إذا شئت التفن في صنع الجريمة كلها جرائم تميزت بها عصابات اتخذت من مدينة ورشفانة معقلا وحصنا وضع أجبر الثوار على التدخل ووضع حد لهذه الزمرة المجرمة فكان لهم ما أرادوا فطهروا المدينة إبان عملية فجر ليبيا وبسطوا خلالها الأمن داخل المدينة وفي الطريق الساحلي لما يقارب من نصف عام إلى أن عقدت هدنة يرى الكثير أنها أعطت ذات المجرمين الوقت ليرتبوا صفوفهم ويعودوا ولكن بمسمى آخر هذه المرة جيش القبائل عادت عصابات الحرابة من جديد وهاجس الانتقام ممن طردهم من مدينة ورشفانة يدفعهم لارتكاب جرائم بصورة أبشعة منذ قبل ويجب على أهل الحل والعقد في المنطقة اللي فيها الحرابة أن يكونوا قوة يضرب على أيدي المجمين بغير هوادة لا يرعون فيهم إلا ولا ذم لأن الله أمر بقتلهم والذي ضر ليبيا هي المصالحات المزغومة المتوحمة كغيرها من مؤسسات الدولة وقفت دار الإفتاء موقف الرافض لهدنة لا تستأصل القتلة وقطاع الطرق ورغم المطالبات الكثيرة من قبل الناس الذين طالهم أذى هذه العصابات إلا أن الحكومات المتتالية وقفت موقف العاجز من هذه الأزمة السرعة والسهولة التي تم بها تطهير الطريق الساحلي ومدينة ورشفانة من عصابات الحرابة وضعت تساؤلات عما إذا كانت هناك جهات مسؤولة في الدولة تستغل الأزمة لتحقق مكاسب سياسية يدعم هذا التساؤل وضع المؤسسات الأمنية التي قامت بعملية التطهير الأخيرة فذات الجهات كانت موجودة طيلة الفترة التي شهدت توحش زمرة الحرابة ولم تحرك ساكنا فهل كان لزاما على المواطنين أن يدفعوا فاتورة غالية من دماء أبنائهم وأموالهم حتى تتحرك هذه الجهات وتلعب دور الموقف أم أن هذه العملية لها مآرب أخرى ترجمة نانسي قنقر